السلام عليكم خوتي وخوتتي تبارك العليكم نتمنى تكونوا في أحسن الظروف والأحوال ونتمنى تكونوا كذلك سعداء سعداء مطمئنين في صحة جيدة إن شاء الله والبال هو هدك نتمنى تنحاولوا ما أمكن صحيح هموم ومتاعي بالحياة صعيبة وصعيبة بزاف متطلبات الحياة وكذلك صعيبة وصعيبة بزاف المشاغل ديل الحياة الضغط ديل الحياة صعيب وصعيب بزاف الأعلى الأباء والأمهات والأخص الأمهات اللي يسمح لنا من حق الوالدين ولا على الأبناء وكذلك مساكن حتى هم ماشي سهل بالنسبة لهم بالأخص هاد العامين التالي الضغطات ديل ديل كورونا الضغطات ديل الحجر الصحي الضغطة ديل إنسان يقلس في المنزل ديل وبل ما يخرج الضغطة ديل ديل الإحتياطات اللازمة بزاف 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 ديل الأمور تبدلت في حياتنا الإنسان خصو خاصنا إحنا يستفدوا من هذا الشيء إن شاء الله ونه نستفدوا من هذا الشيء إن شاء الله والإنسان يعرف أش نو تيدير ويختار المصار ديل الحياة ديله واحد طريق اللي هو صحيح وصحيح جدا إن شاء الله فيما يخص من كل جوانب الجوانب الغدائية الجوانب الصحية الجوانب الاحترازية والإحتياطية على أساس أن الإنسان يكون فيه صحة جيدة لأن الإنسان يلخمته صحته رغم ماكين ورغم ماكين ورغم وكالناس نقرأوها كالناس نقرأوها يقول لك الصحة تاج فوق رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى لكن ماكين نشن قدروا ماكين نشن عفوه يعني المغزة الحقيقي ديل هذا المقولة هذه وفق الشيعة الإنسان المغزة الحقيقي ديل هذا المقولة هو فش يعني لقدر الله تي مراد والتي يقع له شيء شيء آداء وصحة ديالو قدر الله ما شاء فعاله تماعا تيحس بهذه المقولة هذه وتيوقف على بزر ديال ديال المقولات وديالأمثال الشعبية في حياتنا الاجتماعية كمثال وكذلك تيقول لك الإنسان كالناس نكتبوها بزر تيقول لك الحمد لله تنبغو نكتبو شيء رسالة في الإنشاء كذلك تتكتبو في التالي تتقول الحمد لله ولا ينقصونا سواء النظر في وجهكم العزيز هذه كالناس نكتبوها بدون موبالات بدون تركيز على المغزة الحقيقي دياله ولكن حاليا 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 باش الإنسان تتواجد وتيعيش في بلاد الغربة أخوتي وخوتتي هذه الساعة تتتفاعل مع هذا بزر ديال المقولات بزر ديال الأمثال عاتي يتمع عنه وتتدقق في المغزة الحقيقي ديالها فعلا تنقلوا دبا تنقلوا الحمد لله ولا ينقصونا سواء النظر سواء النظر في وجهكم العزيز أخوتي أخوتتي سبار كلاليكم وانتمنى تكونوا في أحسن الظروف والأحوال وسانك سانك ودعوتكم مع بسطف تقزمت معكم طبيعة المرض ديالي الحمد لله المؤمن مصاب اللهم مليك الحمد كين ما كتر كين ما قل الحمد لله الإنسان يبقى دياله إيجابي في الأفكار دياله يبقى دياله متطلع الواحد الأفق اللي هو حسن أو أحسن لما لا اللي يطلبها يطلبها كبيرة ياكا بعدها حاولت تقسمت تقسمت معكم الطبيعة ديال المرض ومازال أتقسم معكم وحي الجانب مهم ماشي عندو علاقة مباشرة مع المرض ديال البسطف ولكن هذا مشكل آخر يعني منه الكثير منه كثير منه من المغربة وغير المغربة يعني مرض ماشي مرض قدتوا نقوله مرض مرض ديال الشخير الشخير هذا غدي نتقسمه معكم والأسباب ديال الشخير والمسببات ديال الشخير و يعني المادة البعيد الخطورة عندو أخطار بعيد هاد هاد الشخير هاد اللي اللي تسبب تسمى ب لابني 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 الصومي وعلى الشخير فالشي يكون مشكلة مرقا تشغيل في في انها تصدع الزوجة ديالك ولا تصدع اللي ناس داك ولا الابناء ديالك ولا مشهده والمشكلة عندو عمق عمق كبير وخطير على الصحة ديالإنسان وبالأخص على على الدماغ على الدماغ وعلى القلب وغذي نوفيكم هذه دبا عامين ولات السنين أنا عندي هذه المشكلة ونوفيكم طريقة ديال العلاج ديالو يعني كيفاش تشخص أنني عندي تسبب فلابني تسمى لابني باللغة العربية والله ما عفت لابني يعني بكل بساطة أنا لابني يعني فشة تشخر اللسان يعني ما سيدخلش ما سيدخلش الهوام زيان وبالتالي الأكسجين ما سيطلعش للدماغ والدماغ ديالنا تيخصوا ولا بدل الأكسجين فشكوا نعس حال من واحد توفى الله يرحموه تيكون نعس وتتوفى ومعفوش علاش وغالي بيس الضن تيكون أنه تقتعلوه النفس باش بالشخير اللي هي اللي تيدي لابني فورا هذا بمجمل القول وديكو يعني وهذا الشي تيسبب أنك فاش دماغ ما تيوصلوش لهواء يعني إنسان ما تيناش مزيان فمتي تيناس ثلاثة طبعا خمسة ديال السسوية ولكن في ديك ربعا ولا خمسة ديال السسوية ما ما وصلش للك النوم العامي قد يالو متي لذلك تيكون 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 واحد تعب جديد نهار على نهار على نهار على نهار وذلك تيطع القلب ومشاكل كبيرة كبيرة تدمنتج على ذلك الشي كين الطرق ديال العلاج بنتقاسمها معكم ويتقاسمها معكم بوسطف شنو دار هذي دبع عامين لحد الساعة هذي نتقاسمها معكم إن شاء الله بفيديو آخر إن شاء الله هذي غيل مو الخاص هه بسيط وبسيط جدا اعلى شترت هذي الفيديو هذي رضي بات نصص ديال الليل مجانيش نعاس عندي واحد لإرهاق كبير البال ديالي مشغول بزاف دعوتكم معي عندي واحد واحد العملية بسيطة غطة إن شاء الله في المستشفى ها عملية بسيطة إن شاء الله دعوتكم معي نتمنى يكون خير إن شاء الله اه والأخي تكون معي يا را دعوتكم معي تتوقف معي وتتزيد تحمسني وترجعني وتعطيني واحد دفعة للأمام وتكون واحد متحمس لأنه يتجاوب معكم وبالتالي الجسم الكيان كله تكون إيجابي وكله تكون يعني مفعم وملئ بالقوة باش أننا أننا نتعاملوا ونتكلم معكم الحمد لله مهم دعوتكم اللي يجازيكم بخير والأختيكم دعوتكم معي يعني محتاجين لها إن شاء الله أدن نقول لكم خلاص كيف أشدس العملية وعلاج هذه العملية هذه إن شاء الله من بعد إن شاء الله هؤلاء الأختيكم علي وغراني سنبغيكم وغركم عزاز وفي القلب كل شي ناسة وغراني سنبغي بالعقلية شو أشدس نقول لكم وغراني خبار إن شاء الله جد جد مهم بغراني نستغل هذه الفرصة باش نقول لكم بأنني إن شاء الله سنطلق أعلن عن بداية مبادرة عيد الأضحى عيد الأضحى على قدر المستطاع ولو نعونوا عائلة ولا جوج ولا ثلاثة ولا ربعة ولا مية ولا ألف نتمنوا إن شاء الله حنايا إن شاء الله على قدر المستطاع هذا نداء في المرحلة الأولى دياله الناس اللي ديجة يتعاملوا مع البسطاف والناس اللي سهموا معنا يسهموا معنا في المبادرة الأولى دي القفة رمضان ووضعوا الثقاء في البسطاف والحمد لله الحمد لله يعني ما كينشك الحمد لله رايلا ما زدناش على دوك الفلوس الحمد لله راتقاء التامة ما كينش إن شاء الله ومعلك الحمد احنا الهدف ديالنا هو من الخير وإلى الخير وولاد الخير الحمد لله نداء هو يعني نداء الفطرة دياله المرحلة دياله الأولى اللي هي المرحلة دياله المساهمين بغنى المساهمين الله يعطيكم استركونوا يزيدوا يكتروا يكتروا الزاف فين ما كان فين ما كان فين ما كانتو أخوتي وعلش ما قد ديتو ولو خمسين مئة درهام مئتين درهام بقطرة بقطرتي يحمل الواد فمتي ساهمت أنا ويساهم الآخر ويساهم الآخر الحمد لله قادي نحاولوا ما كان ندخلوا الفرحة والسعادة على واحد العائلة اللي مسكين ما عنداش اللي يعينها وعندهم الأولاد وعندهم الأبناء وناس مسكين اللي العام كله العامين وما ما دقوش للحم أما تصوروا بشاها أخوتي راكين شي كين واحد واقع مرير ومرير بزاف انتي تي حز في النفس تي حز في النفس انسان يقول الحمد لله لكل حال وكين معانات انتي كين معانات ومعانات كبيرة كبيرة بزاف أنا ما كذبش عليكم الفرحة ديالي هو 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 ادخل الفرحة الآخرين ما كذبش عليكم هذه السعادة المتناهية يعني اوش السعادة ديالي هو فاش تن يعني ندخل السعادة على عائلة محتاجة على على إنسان مريض ولكن على قدر المستطع على قدر المستطع لأن اي واحد اي واحد عنده عنده مسؤولية عنده تابعات عنده عائلة مقربة ليهتي عونها ولكن هاد شافته خلص عائلة مقربة ليهتي عونها مطابعة الحال ولكن يحاول ما امكان يفكر في الناس آخرين ما عندهمش ما عندهمش اللي يعاونهو ما عندهمش اللي يوقف معهم كان الله سبحانه وتعالى وهذا شيء ما كينشكه ولكن يحاول حاولوا نفكروا في هاد الناس ولو بقدر بسيط وبسيط جداً وليس نحاك له الظروف وتمكن انه يعاون ذاك شيء ليس خالله فمرحباً ببسطة يمد يتيمد لكم اليد ديالو لمساعدة هاد العائلات ان شاء الله من بعد غادي نحددوش حالة من عائلة على حساب القدر المالي اللي غادي نجمعوا ان شاء الله غادي تكون لجنة مصغرة بحال المبادرة الاولى هم اللي هدي نقشوا يعني الناس اللي اللي فعلاً 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 مستحقين انهم انهم يستفدون من 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 الاضحية ديال العيد وخزره كتار وكتار وكتار بزاف كتار بزاف ما نقول لكمش انتمنوا ان شاء الله نمشوف في طريق الخير احنا قاعدين فيه الحمد بالفضل ديالكم اخوتي تنتكلم ده على اخوتي المساهمين للاختكم تجاوبوا معايا فيما كنتو سواء داخل المغرب او خارج المغرب سواء ما كنتوش مغربة سواء كنتو عرب سواء كنتو اه اجانيب مرحبا بكم المبادرة الاولى الحمد لله تمت اه مساهم يعني توصلنا مساهم مساهمات من عند اشقاء ديولنا تونسيين ولو بشكل قليل ولكن الحمد لله كانت مساهمات من عند اشقاء تونسيين اشقاء جزائريين الحمد لله اللي تنوجه لهم الشكر والتحية والتقدير اخوتي اخوتي اه بسطاف اه يعلن عن بداية اه جمع اه مساهمات اه مساهمات ديال العيد الاضحى الفين واثنين وعشرين وهذه المرحلة مرحلة ديال المساهمات اه توصلوا معي توصلوا معي للاختكم عليا توصلوا معي ان شاء الله اه ندوزول لمرحلة الجوجة ان شاء الله يفصلنا يفصلنا شهر وعشر يام ان شاء الله العيد اياك شهر وعشر يام احنا يا ان شاء الله غادي ان انطلاقا من غدا ان شاء الله غادي نبدو جمع المساهمات واللي يعني ويتوصلوا معي توصلوا معي ان شاء الله وغادي نخليوا ربعات الاسابيع باش ان شاء الله نجمعو اكبر قدر ديال اكبر قدر ديال المساهمات باش نقدن نحاون اكبر عدد من الاصار ان شاء الله شاء الله ياربي لهل awesome يا ربي لهل الحجمنا يا ربي والليλλي يجعلنا ان شاء الله ان شاء الله من الخير واللهي اجعلها صدقاء مقبولة ان شاء الله を Launcher والوالدين ديالنا والأجدد ديالنا والصدقاء تبعد الأداء ان شاء الله يا ربي هادي نخليوا ربعات الاساسابية غدا 30 في الشهر قد ديارين 30 في الشهر 30 ماي ، اذا بنتمج 30 شهر 30 اليوم ، يجمع المساهمات وفي 10 يام الذي بقى ثم ، سنكون تتعرف شحال جمعنا ونكون ديجا حددنا شكون هما العسار اللي غادي يستفدوا معنا ان شاء الله بالحفظ ديال الكرمة ديالهم غادي نصوروا العضحيات ان شاء الله ولكن الوجوه ديال المستفيدين هذا على عاتقي يعني حفظ الكرامة واللي يبغى الله يخلكم اللي يبغى يعني لدي طايل ديال اي حاجة يتصل بيا الحمد لله محل تقى الحمد لله كلنا من اجل الخير والى الخير ونطلبو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا تواصلوا معي اخوتي واخوتتي وان شاء الله تنطلق مبادرة بسطف لأضحية العيد الفين واثنين وعشرين يا ربي الله لا تحش منها 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 اخوتي واخوتتي غادي مشي الناس حسيت ششو ديال تعابه نتمنى لكم كل الحب وكل الخير وله لا يخطيكم عليا وشكرا على التقى اللي وضعينها في بسطف ونتمنى من العلي القدير النجاح والفلاح واسخرنا يا ربي في هذا طريق الخير اللي احنا فيه يا ربي للي اخطيكم اخوتي واخوتتي كان معكم بسطف من سويسرا لكم مني اجمل وابهى وازكى التحيات احترامي احتراماتي وتقديري ليلة سعيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة